سليط الضوء على فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وإهمالهم وهدر حقوقهم من قبل حكومات الاحتلال في العراق نظم القسم الاجتماعي في هيئة علماء المسلمين ندوة حملت عنوان ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق دراسة حقوقية واجتماعية بحضور الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام للهيئة وعدد من الباحثين والمختصين بالشأن الاجتماعي وتضمنت الندوة ورقتين عمل كانت الأولى حقوقية بعنوان ذوي الاحتياجات الخاصة بين الإهمال وهدر الحقوق استعرضت التهميش والإهمال والحرمان المتعمد من قبل حكومات الاحتلال لهذه الشريحة المهمة مجتمعيا أسلط الضوء على الإهمال الرسمي لهذه الفئة المهمة في المجتمع وهو يعني إهمال اعتدنا على من خلال مسيرة حكومات الاحتلال المتعاقبة في دورها الواضح أستعير هذه العبارة في إهمال الفئات المجتمعية في العراق لأسيما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ووصل التهميش بهذه الفئة من قبل القائمين على الحكومة في عدم ذكرهم أو التطرق إلى معاناتهم حتى في المزايدات الانتخابية والمؤتمرات الحزبية الدعائية أما ورقة العمل الثانية ذات الطابع الاجتماعي فتناولت مفهوم الإعاقة والانخراط وواجب المجتمع تجاه هذه الشريحة داعية إلى تثقيف المجتمع بضرورة تقبلهم ومساعدتهم والاهتمام بهم الواجب أن نثقف المجتمع نثقف بيوتنا نثقف العائلات كيف يجذبون مثل هذه الفئات حتى يعيشون في المجتمع وكذلك نطالب أن تكون هناك جمعيات وهيئات تقوم على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة يشار إلى أن العراق قد تعرض عبر حروب واحتلال إلى الأسلحة المحرمة دوليا والتي تسببت بالكثير من الإعاقات والتشوهات الخلقية إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعرضوا للعوق الجسدي والعوق النفسي في أوساط النزوح ومخيمات اللجوء في العراق والتي يعدها مراقبون بأنها أقرب إلى السجون منها إلى أماكن الإيواء اشتركوا في القناة